اشتركوا في القناة في الجزائر التي يعتبرها الجميع مستقرة أدامها الله كذلك علينا ما هي الأسباب التي جعلت من الوضع مستقرا ما هي المؤشرات التي تعطينا معلومات بخصوص هذه الوضع ماذا عن الحالات الجديدة لفيروس كورونا المتحور وماذا عن تمديد إجراءات الحجر وما هي نسبة التلقيح ضد كوفيد-19 في الجزائر ما هو عدد المسجلين في قائمة الانتظار وماذا عن لقاح أسترازينيكا الذي لا يزال يصنع الجدل في عديد دول العالم أين علق استعماله في كثير الدول ماذا عن الجزائر ما هي مرجعيتها في ذلك سيما وأن المنظمة العالمية للصحة تنفي أن تكون هناك علاقة بين الأضرار وبين لقاح أسترازينيكا وتناشد الدول على الاستمرار في التطعيم لاكتساب المناعة المكتسبة سيما وأن جامعة أكسفورد لم تتلقى أو لم تتقاضى دولارا واحدا على براءة الاختراع مما يطرح أيضا أسئلة من قبل بعض الأخصائيين عن أن تكون كواليس وحرب مخابر إنتاج هذه اللقاحات إذن هي أسئلة وأخرى كالعادة نناقشها بكل شفافية وموضوعية مع سادتي الكرام الذين شرفونا في الأستوديو البروفيسور كامج نوحات رئيس الجمعية الجزائرية لطب المناعة أهلا وسهلا أهلا تشرفنا بك شكرا على الحضور ونتشرف أيضا باستقبال البروفيسور بوعمرة مختص في علم الأوباء والطب الوقائي أهلا وسهلا أهلا وسهلا وسعد أن نكون معك دائما نسعد بكم ودائما نأتي بالجديد حتى تتضح الرؤية حتى يكون المواطن عنصر فعال في هذه المنظومة الصحية اليوم لا يختلف إثنين على أن الوطعية الوبائية في الجزائر مستقرة وإن شاء الله نأمل أن تستمر هكذا يتساءل المواطن في ظل يعني نشاهد دول أخرى يعني تهرول حال الطوارئ فيما يخص مثلاً فرنسا اليوم حوالي 40 ألف حالة ماذا يحدث في الجزائر شكراً لأسؤال هذا الوجيه الحاجة المهمة اللي لازم نعرفها بالجزائر بقيت مغلوقة ولو أننا جبنا شوية كما يقول المهاجرين تعنا وما فتحنا شمية بالمية الجويات التالية الخطط الجوية حتى الحودة الأرضية بقيت مغلوقة لذلك هذا الشيء أدى لكي الشعب الجزائري ولو ما خلوش اللي ترانجي ولو سوفرنا شوية بقيت غير هنا بيناتنا حاصرناها حاصرناها الحاجة الأولى الحاجة التانية الموجة التانية كانت قوية في الجزائر كانت قوية بزاف في شهر نوفمبر أواخر أكتوبر نوفمبر كانت قوية جدا رحكم شفتوا حتى المستشفيات المكاشر مع الأماكن حتى البيسيار لم يكنوا بزاف ذلك ما كناش على بنور هذا الرقم الحقيقي ونظرنا باللي هذا الشيء رح تسبب على وش كنا نستنع وشوية النوع من مناعة القطيع اللي راهيدوركا موجودة في الجزائر قدرنا احنا دراسة ولو نقوله تعمونو سنتريك في المستشفى تحقيق أكتر من ألف واحد ورقينا باللي نصف تحهم كونتاكتاو ديجا الفيروس ديجا الفيروس ولو أنهم ما كانوا على بلهم سيتيتي دي فورما سيمطوماتيك كيف عملتوا هالتحقيق بالتحقيقات هذو ما ديرهم دائما بالليسيغولوجي تحويسوا لعندهم الإرسام المضادة دوك لقينا الإرسام المضادة هم مرضى أم هم ماشي مرضى هما هما اللي يتبرعوا بالدم تبرعين وواحد يتبرع بالدم على بل يجب أن يكون مرضى يكون لبس به كيف نستألهم ولا داروا الكورونا الأغلبية قالوا ما درناش معناها هالأغلبية هذية دارت الكورونا دارت مرض بدون أعراض بدون أعراض يعني ألف متبرع بالدم حصيتهم في مستشفى رويبا لقيتوا بالفحص السيرولوجي يعني بالدم أنه كانوا نصف تحهم نصف تحهم إيجابي بمعنى اليوم ولو أن منعت القاطع الكوفيد نقول لك اللحقوا 70% الفيروس يبدأ يضعف شوية نرى في 50% نقول لحمد الله وزدنا السلطات ما تنسيش والذي اتخذت قرار مهم جدا في الشهر هذا الغلقت الحدود الغلقت الخطوط الجوية وهذا يساعد باش رأي نشوف بلي كانت أخي كبير من الموعد الجزائري ما كان ولو ولو ما رحش نقول له التباعد ولكن مدى بنا تبقى الكمامة الكمامة برسك الناس بلدين دول في العالم يتمنى هالوضعية لنحق نحسد عليها ونحسد عليها ونحسد عليها ونربي دور مع شوية اليوم نشوف كما قال البروفيسور جنوحات تراخ كبير نشوف في العائلات في الأسواق هل هي بادرة من بوادر أنه رح تنفرج علينا في الجزائر رح يروح علينا هذا الكوفيد 19 أم يجب أن توخي الحذر هالوضعية مستقرة كل واحد يشوف العدد المسجل مقارنة بالعدد السجل في الدوزيان مستقرة مقارنة بالوشي السجل في بلدان مجاورة لنا ولا بلدان شوية بعيدة إذن ما عادل البلدان التي كانت أكسيليرات كما قول البلدان مثل إنجليترا أو أمريكا بدأت الحالات تنقص حتى في العدد الحالات للغراف والليديسي المشورات طبية لخلجت أنه حتى العدد المسجل تنقص في بريطانيا لأنهما سرعوا في عملية اللقاح لأنهما جيلوا وشمليح لبونت سنعود إلى اللقاح لكن دعني نسألك اليوم سجلت حالات للكوفيد المتحور وليقولوا عليها أنه أكثر شراسة وأكثر انتقال من خمسين إلى سبعين في المياه صحوني ولكن اليوم لا نشهد يعني ونحبش نشهد السيناري ولكن سؤال يطرح يعني لا نشهد ارتفاع في عدد الحالات لا لجيك الحالات لأنه تزافوا علي العائلات يقولوا لي لماذا تقول لا هي الحقيقة الحالات مستقلة كما معروف أنه نحن غلقنا الحدود حتى ونس يقول لك على غلقة الحدود التحكم كان مهم جدا لأن كل الدول التي خلت الحدود التحكم مفتوحة فرنسا مثلا لم تحلقت الحدود ولا خلقتها على حساب معطيات التحكم في فترة وجيزة جدا الآن تشهد عدد كثير نعم إذن نحن هذه العدد المسجل الناقص غلق الحدود كانه دور كثير نعم كان نذكر على مناعات القاطية حتى ونظن لأنه لازم نقسم الولايات كان لولايات وين كان فيها المرض كثير قليدة جزائر رويبة وين هو كان فيها العدد كثير ممكن نصنو للمناعة هذه لأن لأن لما تطرح هذه مهمة جدا لشيء الصفاء للمنظمة الصحية كانت طلبة من بلدان باش يديروا ديزيوتود 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 نشوف الزه في المناطق كانت قسمت المناطق الريجيون كان مناطق وين كان فيها العدوى مرتبعة لازم كان نديروا النشانتيون ناخدوا النشانتيون لعدد من هذه الولايات وين كانت العدوى متوسقة سنعود إليك بروفيسور بوامرا يعني في ريك لا يمكن النقيس يعني ما وجده في الريباء على كل المجتمع سنعود إليك سنعود إليك بروفيسور بوامرا معنا دكتور فرار جمال وهو الناتق الرسمي للجنة العلمية لمتابعة ورست كوفيد 19 دكتور فرار تكلمنا على الوضعية الحالية بلغتي الأرقام وقلنا الحالة مستقرة والحمد لله وإن شاء الله تتواصل ما رأيك في ما يقال بما يخص مثلا منعة القطيع كسبب من الأسباب دكتور فرار جمال هل تسمعوني دكتور فرار جمال نعم سؤال كنا نتكلم على المؤشرات المفرحة بما يخص استقرار الوضعية الوبائية في الجزائر بالرغم من تسجيل حالات للفيروس المتحور والذي يقال عنه أنه أكثر شراسة وانتقال بين الأشخاص بالرغم من ذلك اليوم الحمد لله الجزائر تعيش يعني وضعية مريحة مستقرة بخصوص هذا الوباء هل في رأيك يمكن أن تكون نسبة المنعة قد ارتفعت في الجزائر أم هناك أسباب أخرى شكراً يعني يعني شفنا بين الوضعية اللي عشنا في شهر جوان ونوصلنا تقريباً 12 ألف شخص في المستشفيات وفي شهر نوفمبر تقريباً 25 ألف شخص وعننا شهرين يعني والحالات يعني تحسن أكثر فأكثر بحيث رنقى أقل من 200 حالة يومياً إلى حد اليوم نشوفو يعني 115 ألف تقريباً نقول 116 ألف حالة و3 ألف تقريباً وفايات ونشوفو بمعدل يعني أقل من 200 كل يوم حتى الوفايات يعني نقص العزم تحها بحيث عنا بين 3 إلى 5 وفايات يومياً نشوفو بالحالات حسنة رغم ظهور يعني الزيروسات الزيروسات المتحولة المتكورة من نيجيريا أو بريطانيك يشوفو باللي يعني ما ما حسناش ما حسناش بانتشار يعني هذه الزيروسات هذا لماذا في رأيك دكتور فرار لماذا اليوم الجزائر والحمد لله تعيش هذه الوضعية الوبائية باستقرار يعني نشوفو هل نرجع للمناعة أنه ممكن تكون ارتفاع لكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص الحجر على بعض الولايات والحجر كلي على بعض الولايات وثم حجر نسبي في بعض الولايات وبقينا في الحجر من خص الولايات عندها أكثر عرضة لهذا المرض ولهذا كان فتح فتح مجال اليومي فيما يخص كل ما يحتاجه المواطن نعم نعم فتح تدريجي نعم حتى المساجد حتى المساجد عندما وفرت شروط يعني فتح المساجد وفتحنا تدريجيا المجال لكل الأشخاص في الحياة العادية يعني راجعا للإجراءات لأقارتها الحكومة لأقارتها الحكومة وأيضا حتى الناس حتى الناس في واحدة في الوقت وإن كل إجراءات الوقائية كانت محترمة من وليمرهين شوية شوية تراخي ولكن شوية تراخي تراخي للناس لازم تعرف باللي ما فيش حتى ولو الحالة مستقرة يعني حالة يعني تحسنت بكثير ما لازمش ما لازمش نخل نخل إجراءات هذه لأنها تحمينا مع التلقي حيات تدريجي للمواطن دكتور فرار جمال ماذا عن سلالات الجديدة هل ممكن تضعنا في الصورة بخصوص هل هناك حالات جديدة أخرى بؤر أخرى في ولايات أخرى يعني لحد اليوم عن تطعنا تطريبا 13 حالات ما يخص الفيروس نيجيريا وتقريبا 13 حالات الفيروس البريطاني وكل ما يتظر حالات يعني هناك أبيديميولوجي يعني المستعدة باش نحوش على كل الناس يكانوا بعلاقة مع هذه الحالات وحد اليوم الحمد لله رأنا في انطلاق حسن بما يخص لزعوذات البيديميولوجية كذلك لكي نكشف حالات قبل ما نكون انتشارها على مستوى الأشخاص الأخرى نعم مثلا الفيروس النيجيري هل توصلتم عبر التحقيق الوبائي إلى المنبع أو المصدر دخول هذه الحالات نشوف الفيروس البريطاني جاء عند مواطن جاء جثة أبيه يدفل في الجزائر وكان مصاب وقدرنا الإجراءات لازمة وشوفنا باللي الناس اللي كانوا بعلاقة معه مصابين مصابين ولكن زوجته اللي كانت في فرنسا يعني بديبقات في أوروبا كانت مصابة بما يخص الفيروس النيجري يعني ما تقدرش تقولي من أتا أو لا يعني في كل ظهور هذا الفيروس هذا معرفناش من من منجا حيث في الناس رابطري مصابين للأشخاص يعني نشوف فتح كل التعنيات الانتقال للأشخاص يعني ما تقدرش تقولي من جاء هذا الفيروس هذا نعم ولكن وجدت يعني دي كلوستير اليوم عبر تحقيقات عبر كم ولاية مثلا دكتور فرار جمال يعني 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 بعض ولاية نقول ولاية الجزائر بوليدة سبستة سقارة يعني في بعض الحالات متوزعة عبر بعض ولاية ولكن ما يش بكثافة بكثافة يعني تؤدي للقلاق يعني ما فيش يعني للحالة مستقرة يعني في في انضباط ونحن نعمل باش كل ما يكون يعني حالة ولا باش نعمل لنخذ إجراء لازم باش ما باش ما يكون انتشار ومميزات يعني الفيروس النيجيري والبريطاني هل هي نفس الخصائص أم هناك اختلاف في الأعراض هل مثلا هذه الحالات متواجدة في المستشفيات حالة حرجة حالة يعني مستقرة ليست حادة يعني احنا نشوفه يعني يعني شوفه في أوروبا بليف ينتشر بسرعة بسرعة عبر الناس وعنده يعني يعني يعطي أخطر حالات فيما يخص المضاعفات متاعه ولا الوفايات ولكن في الجزيرة ما لا تسجلنا هذا هذا الكتاف يعني هذا الفيروس فيما يخص الأعراض متاعه يعني ما لا تسجلنا يعني حالة خاصة فيما يخص انتشار هذا الفيروس على بعض الحالات نعم يعني وضعية المؤسسات الاستشفائية دكتور فرار اليوم في أرياحية فيما يخص التكفل بهذه الحالات دكتور فرار ننتقل إلى محور التلقيحات اليوم هل ممكن انتضعنا في في الصورة فيما يخص التطعيم ولا تلقيح يعني ضد الكوفيد 19 نحن قلنا بالحملة تلقيح راح تكون يعني مستهدرة بعض الأشهر لأنه الكميات يعني المشتورة ذا كميات يعني ما ما كبيرة لتسمح يعني بتفعيل حملة شاملة في نفس الوقت ولهذا احنا تجيبنا الجرعات الأولى كي بدينا في شهر الجنغي كان نجيبنا خمسين ألف ألف جرعة ما يعادل تلقي خمسة وعشرين ألف شخص ثم جاءت الحصة الثانية كيف كيف يعني نفس العدد للقاحات يعني خمسة وعشرين ألف شخص اللي تلقحوا بخمسين ألف جرعة تعسترزينيكا بعد ألف جرعة من اللقاح سينوفار يعني التلقي حنا متواصل متواصل عبر كل ولايات عدد يعني الأشخاص اللي راهم في قائمة الانتظار في أكثر من عشرين ألف في انتظار وإن شاء الله في الأيام المقبلة راح يجي لعني كمية كبيرة على اللقاح نعم دكتور صحيح دكتور موجود على مستوى كل الوحدة تحيير باش هذو الناس اللي تسجلوا باش يترك نعم نتكلمت عن نتكلم اليوم أيضا عن هل هناك تسجيل للأعراض الجانبية للوقاحات اللي استعملها المواطنين يعني سهل منصة إلكترونية على مستوى السنتر فارماكو فيجيلانس وين يعني كل 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 أعراض جانبية التي تظهر أثناء التلقيح أو حتى أيام بعد التلقيح تسجل على المنصة الإلكترونية إلى حد اليوم يعني عندنا أعراض ولكن أعراض معروفة بكل لقاحات يعني حتى لقاحات الأطفال يعني حمى يعني صداع في المكان تلقيح فشل هذه يعني هي أعراض عادية أعراض عادية هي ريكسون دوكور بيزادي دنكور إتخانجين هذه يعني ما ولكن لعنش أعراض خطيرة لفحر ما يخص بالفحر نعم نتكلم عن لقاح أسترازينيكا الذي يصنع الجدل هذه الأيام كثير الدول علقت استعماله والجزائر ستقتني أيضا حوالي ستمائة ألف جرعة من هذا اللقاح الجزائر مرجعيتها هي المنظمة العالمية للصحة ضعنا في الصورة من حيث استعمال أو يعني موقف اللجنة العلمية من حيث استعمال هذا اللقاح يعني نحن كما قلت نهار بدنا التلقيح بأسرازينيكا ما ظهرت أعراض جانبية خاطرة في ميخ التلقيح ونحن نحن نشوح حسب المنظمة العالمية للصحة ومنظمة العالمية للصحة قال في الأمس بالليم تيش يعني في ارتباط بين التي ظهرت مع التلقيح ولهذا الناس ذلك راح يجعل في البلدان يحبسوا التلقيح راح يستنف يعني يكملوا للتلقيح في أسترازينيكا ما في حتى خطورة نعم هل ستكون مثلا إجراءات أكثر معاينة وأكثر يعني متابعة في الوحدات الطبية للتلقيح من حيث مثلا استعمال أسترازينيكا مقارنة باللقاحات الأخرى لا يعني إحنا نحن نتلقيح اللقاح لي وصل يعني حتى وليكن نصر ينقى راح يوز يعني حتى يوم يعني المنظمة العالمية يعني الصحة هناك هناك خطر يعني يخص هذا التلقيح ولكن أكثر من الحالات قد تقدر تظهر ونحن يعني ما تقول المنظمة العملة نحن نعم دكتور فرار في الأخير نقولك يعني شهر الفضيل على الأبواب هل هناك إجراءات خاصة تدرسها اللجنة العلمية لرسدي ومتابعة فيروس كوفيد يعني فيما يخص شهر الفضيل يعني فيما يخص شهر رمضان المعضل هل هناك إجراءات يعني اليوم ستدرسها في قيد الدراسة من طرف اللجنة العلمية لرسدي ومتابعة كوفيد 19 يعني حتى في شهر رمضان يجب نجب نجتنب تجمعات و حتى في شهر رمضان نحن 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 المواطنين يعني عندهم أمرأة مزمينة بشي 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 شوف ولا قدرين يعني سوم حتى الناس الكبار ونخذ إجراءات لازمة فيما يخص الأسواق الأسواق والصلاوات والمساجد أيضا نعم حتى على مفتوى المساجد يعني إن شاء الله ونشوف فيما يخص هو المكان الأكثر وإن كان إجراءات صحية يعني تتبق بسرامة نعم ونطمناه بشي أيضا على مستوى الأسواق والمساجد الحلويات يعني يحبون هذه الزائرية شكرا لك دكتور فرار نلتقي إن شاء الله بخير وعلى خير إذن هي نقاط يعني ناقشناها مع دكتور فرار كنت تكلمت عن منعة القطيع دكتور فرار لم يجبنا يعني بطريقة مباشرة على هذا السؤال فيما يخص منعة القطيع نعم أظن أنه عمل كثير مليح لأنه حتى كيفية منشورات طبية وإنخذت هذا لدونور وخرجوا كانوا قدروا يعرفوا ما نعه هذه لكن كان من الأهم أكثر أن حتى نعرف الإيمونيتي على بوبيلا سنتانة كما قلت لك ندروا دراسة ونقسم على حسب الضرر ونخذ البليد ونخذ نفو كثير ونخذ ولاية أقل منها ونخذ ولاية أقل منها ونخذ ما نقول هذه الأنكات التي تتوش إلى الناس ونقدر أن نحن نحن لنحن في المناطية الإبديميولوجية يقولون أنه عينا تمثل وعينا 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 أنه فرق بوامرة أنه كين ولايات وصلت إلى 50% كين ولايات وين لا حسب الآن دراسة لكن على حسب لشانتين الذي يرى عنده 50% نقدر إذا كان سيرت لشانتين كورو ربريزنتاتي في رويبا يقدر يتحدث على مدقة رويبا كين هاجة مهمة أنا أظن النقاط المهمة حتى هو مختص في هذا الفيروس في الجزائر أظن أن القدرة نقصد حسب المؤشرات كل الدول التي عودت فيها البنديمي وعودت فيها بوأر كان فيها نيجيريا إذا اخذنا مثلا نيجيريا الفريون نيجيريا لا سموها نيجيريا بويسك في نيجيريا كان هو ألوريجين الإبيديمي إذا اخذنا الفريون بريطاني هو اللي كان الفريون هو اللي كان ألوريجين اللي اعطى تروازيان في الأنغلوتير نفس الشيء في الجزائر نحن لماذا نخاف من الجزائر في الفريون هذا لا لا يوجد هنا سلالة جزائرية لكن رسمي نفكر شيء مهم جدا إذا قدرنا نحفظ على هذا الاستقرار هذا مهم جدا أنه كل حالة مشكوك فيها ونلقوها بوزيتيف لازم تتبعها إنون كاتب إبيديميولوجيك باش نقدر نتحكم في التوحن وبهذه الطريقة نقدر نحفظ على هذا الاستقرار المواطن يسأل يوم عن هذا الفيروس النايجيري والفيروس البريطاني ما هي خصائص كل الفيروس الفيروس البريطاني معروف شهر ديسمبر والانتشار تتكلم على جميع المنشورات العلمية بللي عنده 57% أكثر من السلال التي كانت من قبل وكانوا يقولون بللي ما عنده الشرصة أكثر ولكن الدراسات اللي انشروها الأسبوعين هذا بينه باللي يتسبب في أكثر 30% أخطر من الفيروس الأول حتى نسبة الوفيات يسبب 30% الوفيات أكثر من اللي يسبب الفيروس الأول هذه بالنسبة للبريطانية بالنسبة لنايجيريا اللي نتكلم عنها بزر في الحقيقة النايجيريا يحتضر كما هو مش معروف باللي رغم الفيروسات اللي لازم لهم كما نقول ونحضروا منهم هكذا هو راح نطيف يعني مشي نطيف معناها في طور التحقيق هو الدول اللي اكتشفت الأول هي بريطانيا والدارمارك وكندا ونيجيريا والعدد الكبير كي اكتشفوه في ديسمبر كان في الدارمارك هذا الفيروس النجري 120 وكان 109 في إنجليترا وكندا ما فيهاش بزاف ونيجيريا في هذا الوقت كان فيها حتى 27 ولا 28 ولكن يعني جاء من نيجيريا هني لحق وعليش في الدارمارك أكتر الدارماركيين جميع بيسير بوزيتيف يديرها سيكونساش يشرح التسلسل الجيني تسلسل الجين نعم الإنجليز تاني دول في العالم لدير السيكونساش 20% يعني بيسير بوزيتيف نيجيريا مكاش حاجة كبيرة ولكن كي شافوا هاد الفاريو خرج في نيجيريا ونيجيريين على بل كالعلاقات مع الإنجليز عادوا يديرون لهم بيسير بوزيتيف وبعض الأسابيع بينت بلي في نيجيريا 25% يعني المراد بالكورونا فيروس سيتيدوا لهذا الفاريو نيجيريا سيبور سيسمونه نيجيريا بسكو في ديسمبر جاورا حيسموه لدوزيان الفاريو انجلي ومبعد كي شافوا بلي تطور تيو في نيجيريا مشيف بريطانيا تمني سام سلالة نيجيريا الخصائص تحتوي نفس تحور البريطاني من ناحية الانتقال الانتشار ينتشر كيف كيف ينتشر بسرعة بسرعة وعندو نفس الخصوص تحتوي سلالة في جنوب أفريقيا بالنسبة كما قولوا الوقاح تنقص الفعالية التحوم في الفاريو المعروف لبريزيليا والسود أفريكا وتنقص تاني في هذا نيجيريا نيجيريا تزوج الخصائص بريطانيا وتاع الأفريق للسود هذو هما الخصائص بالنسبة البريطانيا في الجزائر كان عندي بالحظ لتحقيق العائلة التانية والثالثة كانت في فرويبة كانت في فرويبة جبنا عائلة كانت مع عائلة وحدة عائلة وحدة سؤال الأول شكو اللي كان في الخارج والبين واحد هو اللي يخدم في المطار هو اللي مرض الول شوية لجر ومبعد بابها هو 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 اللي درنا لدياغنوستيك تاع الفاريوم وكي جبنا جميع أفراد العائلة ورقينا ربعة بيسير بوزيتيف والمعنى ربعة امراض والخمسة هذو جاء السيرولوجي بوزيتيف وتكلمنا عليها من القبل بلقونا بلين فاريوم عنجلي هذا يدخل العائلة قليل وين يخلي لك واحد ما يتقاش جميع السريع الانتشار وبعد كالليدير لفرما سيمتماتيك كالليدير سيمتماتيك الأعراض نفسها نفسها حتى أنه في شيء مهم أنه باركزم في الانسين وين كنا نهضر على الناس الكبار لكن باركزم باركزم هذا بريطاني ولا يتوش حتى للأشخاص اللي قل من يستدر صغار في السن حتى اللي جون وهذا هو الخصائص كنا كان شيء مهم كنت قلت لكم مرة أنه الوقت يتري الاتنسين بس التحول تنقل كثيرة ألف تحول لكن وقت يتري لما الخصائص على الفيروس هذا تتبدل لما الخصائص تتبدل كيف نعرفها نعرفها بالترانس العدد الذي يأتي في المستشفى أكثر في بريطانيا كيف نعرف لأن نقصد الموجه بعد العدد يزيد إذن الخصائص على الفيروس هذا تحول لما يدير 20% سيكون سيكون جديد وهو يكون السبب تع العدد كثير إذن لما الخصائص نعرف كثير مثل الخصائص الموجه 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 لذلك عندما نحط على الفيروس العدد في سبتمبر كان 3% لأن هذا مهم جدا أنه كانت 3% في ديسمبر حالة حوالي 94% إذن باش نشوفوا أنه الانتشار ولا هو سكون أباله فاريون دومينو هو اللي للأكثر وحنا من هذا الباب أنه لما نقوله لما يكون عندنا حالة لازمنا يكوني نونكات لازم العصر للناس اللي يكونوا عن كونتاكت باش ميوليش هو دومينو لأنه إذا ولا دومينو هو يكون اللي الأكثر رح نخاف ونسجد رح نرجع إلى الحالة لسجنها مقبلة طيب بروفيسور بعمراني يوم كيف تشوفوا أنتما كخبراء تطورات الوضع في الجزائر حسب هذه المؤشرات أنا نشوف يعني في الشارع أنه الكثير من الجزائريين عادوا إلى حياتهم طبيعية وتلاشي في إجراءات الوقاية بروفيسور جنوحات أنا بروفيسور جنوحات كل من تكلم في العائلة يقولوا لي خلينا ب يعني ما تخوفيناش ولكن هل يوم الجزائري وش لازم يفهم في هذه الوضعية؟ هل هي بوادر النهاية أم لازم مازال المعركة قائمة؟ هي لازم تعرفي بأن الجزائر ما هيش دولة واحدها في العالم ما هيش وحدنا؟ الكرة الأرضية فيها بزاف دول وبزاف دول أراكم تشوفوا اللي تروازيان فاك حنا حتى الضرك نقولوا لوضعيها مستقلة والحمد لله وأنا رجعت هذا السبب الرئيسي هو منع القطاع للحقة الخمسين في المياه وإجراءات سلطات العليا إجراءات سلطات العليا تاني ولي المناعها راهي لنا كيزو تحويج لمازال ما نغرفوهمش لمدة المناعة أشهرها تريح وكلنا نقولوا شهرين تلجهور ولو أن الدراسات الجيدة الآخرة بينت باللي تقدر تريح تلتم الأشهر كنا بزاف الدراسات يعتمدوا على الزونتيكور سيرولوجي ودركا كان دي تكنيك نيوري لك وراهم الخلايا اللنفاوية تاولبا مما تلقاش الزونتيكور تلقاها دوما دوك رانا محميين توجون عندنا المناعة هذه هذا الحاجة الأولى والحاجة الثانية مرطعة بالتاني بهاد إن شاء الله ما إلاحق لناش ديفار الحاجة الثانية مهمة تاني ما لبناش هذه المناعة هذه إش حال تقدر تحمينا من الليفاريون جديد هادوما حتى لدرك الحمد لله كما تكلم سيد فورار ما نشف اللي كليستير رانا عسكونا بها دي كاسبورا ديك ثمانية هنا أربعة له هاتوك مش حاجة فريمو وحتى المديرية تعل حماية في الوزارة راه تدير في العامل تحبش سي كما يقولون تطويق هاد الحالة ولكن ولحبنا الروح والمستقبل أظهر إن شاء الله لك أنا تكلمت على حاجة دركة مستحيل باش تقولوا واحد تباعد الجسادية رانا رانا نشوفوا ليبيس رانا نشوفوا المرشيات ولكن الكمالة وإنه وعدة صعبة لو كان نبقى ونشدوها شهرين ولا تلتشور نقدر نقول لك بالأكراحة مع الفاكسيناسيون نقدروا لها الجساد الفاكسيناسيون بالمناسبة يعني اليوم في الجزائر نتمركم في الميدان وين راهي لحق عملية التلقيح ممكن ملكي فكر شيء مهم جدا لازمنا نسرعه في الفاكسيناسيون لازمنا الآن مع الفاريون هذا ما نسرعه في الواتيرة أنا نقول اسحبنا مناعة القاطع لكن نقول أنه لازم نسرعه في الفاكسيناسيون باش نصلوا هذه المناعة لتقدر تحميله إذن الواتيرة على الفاكسيناسيون هي شيء مهم جدا وفيها خاصة في الوقت الحالي خاصة أننا نعرف أنه لحد الآن قاعدت رابطة الوشيش حتى وكان دي ناس اللي كانوا ذكروا أنه الفاكسيون نقصت الإفكاسي تتاح من حد الآن ما زالوا إفكاس وهذا يجعلنا أننا نقدر نصل كنا نستطيع نصل المرحلة ونقدر نخرج من هذا النفق المظلم نعم الناس كلهم كانوا ميتابعوش ما ينساوا الاحترازات الوقائية صرالهم نفس الشيء اللي رأوا صيرنا الآن إذن ما خذوش الأشياء بجدية خلاوا هذا اللوفاريو هذا يصرى الانتشارتا وهذا هو اللي خوفنا حلايا ولا هذا الباب كذا لكن عاود نقول أنه لازمنا نقعد ببعض الاحترازات الوقائية والاحتراز اللي أنا أظل في المرحلة هذه وحتى وكان كثير من يحبوش أنه غلق الحدود في المرحلة اللي رأنا فيها لازم يقعد مهمة جدا نعم ونعبر الحدود ولكن ونحن في الأستوديو إلى ليون في فرنسا أين تتواجد الدكتورة مريم صالحي وهي صيدلية في مستشفى ليون وكذلك عضو في الفيدرالية الجزائرية للصياد إلى أهلا وسهلا مرحبا بك دكتورة دكتورة مريم مساء الخير شكرا للاستضافة شكرا مريم تكلمينا اليوم عن يعني اللقاحات ضد كوفيد-19 وأنت أيضا مختصة في التجارب الكلينيكية والزيسي كلينيكا نعم نعم فائزر في المدرنا وكمنا براسرينيك ووائد الإنتراتية تفديك في الصفحي في الصفحي بعد القيام بعد القيام في البطولة يوجد النجacious توريخ يمرز الانجسام لذلك يمرز الانجسام ل Ride Bول بن كيف ورح ami تهجزه التوعي على صفحي في الصفحي في النجسي المترجم للقناة 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 وهي الدراسات الجدية في أسترازينيكا هي الدراسات التي لها في سكوتروندا لديها عدد كبير قريب كل الناس في أسترازينيكا وليس هناك هذه الأعراض حتى في الجلطة الدموية التي يتحدثون عنها بزاف جلطة حتى وفايات يعني حتى وفايات بصح كي دار وش عندنا الاستاتيستيك باللي 130 جرعة تصرى المائة تلفي واحد في العام لقوا كي درسوا الناس اللي مدانوش لفاكسا ملقبل الأعوام ولا الناس اللي رأوا فاكسيني لنشي ملقاوش اللي الفاكسا هو اللي يتحملها المسؤولية وكما يقولوا العقل يغراه هنا يا المنظمة العالمية ولا حتى المنظمتها الأدوية الأوروبية اليوم تاني ملقاتش كين صلة بين اللقاحة أصر زينيكا وهذه الأعراض الجانبية يعني كيف إش حكموا على هاد الطاهرة هل هناك تشريح أوتوبسي أم هو يجب نعرفوا أنه حتى الآن هو توقيف مؤقت ما فيش تقوية توقيف نهائي كالكو سوى لاجونس اللي في أي دولة ما وقفتش نهائيا لأنه لما يتصرحها لكي ما هذه كانت سيكون أبل لازونكات لازونكات إبيديميولوجي كوش يدير لازونكات وش يدير يجب نلقا ورابط نربط ما بين اللي في الحدث والسبب الحدث والسبب الحد الآن هي فيه دراسات اللي رأي تندير كان دراسات ما ربطتش حتى أنه كما كان ذكر لأخر قارن المعطيات العدد المسجل لنفس الحالات في السنوات المقبل والسنوات هذه ما كانش ديفيرونس في العدد تعالي ترومبوز تعالي الناس اللي دارت ترومبوز والحد الآن لوليان هذا كاسي بورسال واماس حتى تكون القناة اليا ربط ما بين الفاكسين والترومبوز الفاكسين رح تتوقف نهائيا كيف الشي يرقا لوليان؟ قد لك الدكتور أنوت تأخذ وقت كبير تأخذ وقت كبير لأنه فيه دراسات اللي تندرسي تدير لأنه إنسان مثلا أنا كبير عندي أمراض كثيرة هذه الأمراض ممكن تعطيني لترومبوز تعطيني التخثر في الدم لما ندير الفاكسين لترومبوز أسكو هذا التخثر مرتبط بالفاكسين ولا مرتبط بالمرض أسكو السبب الأولي اللي كان ليعطى لترومبوز هو المرض أم بعض الهميزات والخصائص والأمراض ولا الفاكسا اللي كان إسي بورسا كل الدول حتى اللي علاقات ما علاقاتش نهائية لكن هذا الاحتمال احتمال للابوراتور هذا فيه احتمال لأنه لما تكون فيها أموال كثيرة الناس لازم تأخذ بعين احتبار في بريطانيا لقاح 25 مليون شخص بلقاح أسترازينيكا اليوم أيضا يتكلموا على مثال موطن موطن الإنتاج هنا أسترازينيكا مثلا لا ينتج في بلد معين حتى الجامعة لخارجاته لما نقوله أكسفورد رحي جامعة ذات مرجعية لا يشتنا جامعة هكذا كوكلا لأن الناس اللي يشتغلوا في الجامعات أكسفورد هم ناس جدا عندهم نيبو دي بروف جدا عالي جدا لكن هذا ما يمنحش أنه نستنى تكمل التحقيقات الوامس المسترطانة بالنسبة للجزائر هي المنظمة العالمية رأس شيراتنا قلتنا الحد الآن مكاش آلية إذن الفاكسا مازال مستعمل حلاف الجزائر في الحقيقة ما يسبش كثير ما وش رح يعطينا مشكل كبير لأنه العدد اللي جبناه مش كثير 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 لما تقولي اللي فلونغوطر 25 مليون العدد اللي جبناه الآن تا أسترازينيكا اللي تخلى مش اللي راه وجاي عددك جد قليل يصدر ما فيهش مشكل ما فيه حتى ما نقدروش نديسي دي شوز نقولوا الوقف ولا ما نوقف ونتما عندك حتى حالة مسجلة لحد الآن بعد الفاكسا نعم بروفزورد هي كان دول أسياوية وتع أمريكا اللاتينية اللي تعتمد بزيف على أسترازينيكا رأي ملايين تاني اللقحت بهذا الفاكسا وما لاحظوش هاد الجوانب هادو هاد الأعراض الجانب ما تقدرش تكون كين أعراض جانبية غير في بعض الدول الأوروبية نقدروا نكونوا ممكن عندهم انفران جينيتيك شوية اسبطة الكوكاز هادو بسح ما يقدرش الكوكاز حتى الانجليز اللي هم أوروبيين كيفاش ملقاهاش في انجليتيران ملقاهاش في الليكوس ملقاهاش ولقاه غير في بعض الدول ومبادر لاحظنا بلية شاكفة يحبسوه ومعد يعودوا يقولون له توقشوا في هاد الأيام بعد اكتر تلتية أيام ربع أيام يعاودي ويقولون له هو ليس جو. جرعتين 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 حتى لتغtirك جرعة واحدة كان جونسون الجونسون هذا ما كان نعم الذي فيه جرعة واحدة والباقي جرعتين وهو ستغنالنوفولوس فيكتور له فيه الجانت البروتين الأسهاد وهاس نفس نفس الالنوفولوس القيرة التي هي الملادية الجرعة الأولى والمادية الجرعة التالية نفسها حتى في الحقيقة حتى في الجزائر الآن مع الفاكسنا سوف نرى سبوتنيك كان يدومون كثير عليه حتى أنه في البداية كانت أيضا هناك نفور تسأولات الآن كل يطلبوا سبوتنيك حتى أنه في الأيام الأخيرة وكذلك حتى شنو الناس بدأت تطلب فيه سينوفار سينوفار نعرف أنه كما تلقل في رسولة نفسها نعرف أنه نعرف أنه على حساب نعرف أنه لنستي باسترزينيكا وكذلك لم يكن هناك أكبر أنه في رسولة وكذلك الأعراض الجانبية المعروفة في هذه الحالة نحن في الحقيقة نظن أنه نمتحي أظن المشكلة أننا لازم نسرعه لأنه التلقيحات تدخل لنا بالعقل لكن مع أي مشكلة في المستقبل لازم نسرعه في استقبل وعلى أهل والله الإقبال الآن لسبوتنيك نعرض أنها عدد كثير أنا أظن أنه لا وراني نشتغل كلهم راح لتفاكسين إذن طلب كثير سبوتنيك المشكلة وهذه الأعراض وهذه النسبة للميجيك للارتكلي السيونتيفيك وفي النبو في الارتكلي السيونتيفي لا يوجد شيء سهلا لانساة اللي نكبليو فيها الباكسيناسو هاي فاكتور انباكت حوالي أربعين اسمها ماشي نبورت لكي يقدر يوصل لها خفصورة جنوحات نعود نولي لهادة النقطة تاع سبوتينيك هادية كنا تسمعوا في هذا كنت كلمو حتى وش الحاجة اللي غادتنا شوية كنت كلمو مع عرب جزائريين واللي اللي يمارسوا في الخارج وميتكلموش على سبوتينيك والصين وكأنه ميكزيستيش احتقار كبير ودركة راني الحق لثمانية دول أوروبية اللي راهي تستعمل سبوتينيك صحيح وراهي دركة بزيف دول اللي عندها الموديرنا وعندها فادي وراهي تدوموندي في سبوتينيك برس كورلاحظوا باللي كما سبوتينيك مادوش راليرجي مادوش شوقها كم زيف أعراض خطيرة اللي يشفناها مع بعض اللقاحات اللي مفيش سبوتينيك ولكن هنا عندي نقطة مهمة اللي لازم نقولها لو كان نبقى نخبو برق سبوتينيك بفراتش برس كم التعليمات تاع المنظمة العالمية الصحة يكون مزيج من اللي يكون مزيج ما تقدرش تخدم غير مع واحدة هاو سبوتينيك منا هاو السين منا هاو سرازينيك منا ممكن غدوان شاء الله يلحق فايزر بشي مشكلة احنا المهم باللي هدو مقاع كما قلنا عندهم هدف واحد هو باش الجهاز المناعي ياخد بجسام وضادة وخلايا اللنفاوية باش تعرف هديك البروتين اس باش الفيروس كيت وتمرد به كي يدخل جسم تاعك ما يدخلش ما يدلكش الأدواء دونك لازم نروحوا نهاد التق شوفوا نعطيك متاع الأسرع زينيكا ولو هو الأرخص ولكن شوفوا الأطباء قاع في أوروبا هراهم يلقحوا به ما همشي قولك لا لازمني موديرنا ولا لازمني دون أخر يعني بخوفي سورجنوحدي صرعا لأنه هناك خلفية تجارية حرب المخابر هذه هي نحنا نروح له إلى إحدى عيادات الجوارية بالعناصر أين تتم عملية التلقيح تلقيح ضد كورونا فيروس الروبورتاج لماليكا شويت نتابعه ثم نعود تقاح للذين تلقوا الجرعة الأولى قبل ثلاثي أشابيع والآن ندولهم الفحص الطبيب باش نشوفوا اسكيسون أبت ونقدروا ندولهم لدوزيام دوزيام دوس أخذ الجرعة الثانية يتم عبر إجراءات محددة لا بد من احترامها اليوم لدينا 21 يوم ثلاثي سمان من الدلال البرمير مالذ لدينا استدعائهم وكان عندهم استدعاء نهار اللي دارو الإنجيكسيون الأولى كان عندهم استدعاء فوق البطاقة تحهم ولكن هكا كوزنا عودنا رابلينهم لفاي وقلنا لهم أنسي جامي وكان عندهم إجراءات محددة لا بد من احترامها عودنا تأكدنا باللي هاد الناس حين يحضروا اليوم هذا ستنفلاكو ملتي دوز في 5 دوز هذا ستنفلاكو ملتي دوز في 5 دوز كما قال للطبيب وفي هذه الغرفة يجلس هؤلاء بعد تطعيمهم كإجراء احتياطي الآن نحن ندرد وبعد الماضي كما تحدثت وهذا جيد جيد العملية تمت بنجح في انتظار وصول جرعات أخرى لمواصلة التلقيح إذن في انتظار استلام جرعات أخرى واستفادة المواطنين بعملية التلقيح كان هناك في البداية نفور وعزوف من المواطنين بخصوص اللقاح ولكن اليوم في الواقع كيف ترون هذا الموضوع هي تخوف من قبل كانت حاجة عادية يشوفوا هذا التواصل الاجتماعي وهذا راح يدلك راديان وهذا راح يدلك 15 شهور 10 سنين هذا تخوفهم بعد كانوا بزيخ لليتيسونس حتى في فرنسا كانت تقريب 8% لليتيسونس بعد الناس راحضت باللي هادية إشاعات برك الناس راحي تروح أدين اللقاح تحا يتقولوا وش ما يقولكش لا باسي يقولك وجعتني هادية داكلي الحمى داكلي سي الأعراض لي مولفين نشوفها بعد الانفاكسيناسيون وعلى الأجل بعيدة؟ وعلى الأجل بعيدة نقولك باللي باللقاء راح تبدأ الناس تروح الانفاكسيناسيون ما تنسيش باللي باعرح الصين خرجت اديجا أول قانون باللي ما عندكش لقاح ما تدخلش نعم يتكلموا كثير على كين بلدان يتكلموا على الجواز الصحة لازم يكون عندك تلقيح أو السيغولوجي تكون عندك أجزاء مضادة حتى تدخل إلى قاعد سينما وحتى تستطيع أن تسافر لم يبقى لنا الكثير من الوقت في ثواني الجواز أعادي لأن دول كلها سفرات من لكوفيد لازم تحمل البلء للشعب إذن اللقاح أظن أنه في المستقبل سيكون طالب لا ريتيسونس تكون مقبولة كما كان يقول كان أول مرة نستعمل هذا لديان والعران ولديان ورعان سيتشيل نواي وستاذي سيكون فيها تغييرات جينية على الإنسان وكان فيها تخويف كبير لأنا أظن أنه مع المرور الوقت حتى وعدنا بالإفتباز على الوصول للطالب بدأي تزايد بدأي تزايد مشيغي في الوسبوتنك بدأي تزايد حتى في الوشنوى الناس الآن تطلب منك هذا الفاكسين والأستخة والأستخة معدناش لكن أظن حتى أنهم على ربيط على الأستخة الناس ستطلبون لأن الناس حابة تحمي نفسها نفس سوفرات كنا جوزنا سانة كوفيد لأنه من هذا الباب نقوله أنه من تقلقوش ندوى أكسليري ندوى نزبنا نفاكسن باش نحمي ونفوط أنا نقول لك بلي جميع اللقاحات فعالة ولم نقلوش كما نقوله باللغة التعلية كارير هذا نستحق أي المادة إعلامية في الدول المتقدمة يسقلوا اللقاح ما لابلوش وشمع المركي يقولوا اليوم كان فايزير نجب نديره في بنا وهذا تضعم الاجتماعي برس كله كان يكونوا بزاف الناس اللي تقول لك ما نديرش اللقاح والرحل اللي اللحقول المناعة منعت القاطية تعتمانين في المئة والتأسماعي والمكتصد نعم إن شاء الله في تحقيقات أخرى إن شاء الله ففصغ بوعمرة شكرا لك جد سعيد وأنا أسعد تعلمنا الكثير ودائما يعني بالشفافية ونعرض كل ما يقال يعني على قواعد علمية حتى نتعلم أهم شيء هي القاعدة العلمية نعم أشكركم أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الحصة ستول زميل بوعلام لابادي الإشراف الإخراج الزميلة الزميلة صبيحة حسناوي وبدون أن ننسى كهنة وكل فرقة تستوديو رقم سبعة نتمنى أننا وضحنا الكثير من الأمور نبقى دائما في خدمتكم الصحة للجميع نلتقي الأسبوع القادم وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة